مباراة مهمة برضو امام دريمز بعد تعادله هنا في الستاد يوم الحد اللي جاي ان شاء الله بإذن الله يبقى تقويت 3.5 على معتاقد صاحة جماعة 3.5 على الساعة 4 يعني ما تقويت الساعة 4 طبعا برضو الاجواء والحر والشمس طبعا الزمالك ما بيلعبش في الاجواء دي الزمالك دايما متعود على الاجواء الليلية وبردو النادي الاهلي برضو متعود ان هو بيلعب بالليل الاجواء دي مش مع الرتوبة مع الاجواء اللي موجودة بتبقى صعبة شوية بس يعني نتمنى الناد الزمالك يكمل لان الزمالك لو خرج تبقى كارسة زمالك لو خرج لقدر الله يعني لان اكيد برضو الناد الزمالك بيمسل مصر يعني عايزين برضو الناد الزمالك يرجع انت لو خرجت من البطولة دي تبقى كارسة كارسة للجيل ده كله وكارسة المجلس الادارة وكارسة بالنسبة برضو حتى للجهاز الفني يا جماعة بطولة مش صعبة فريد ريمز ده وانا قلت مبارح انا اول مرة اسمع عنها يعني معظم الفرقة اللي النادي الزمالك لعب فيها لعب معاها الفترة الاخيرة مش على الخريطة النادي الزمالك اسم كبير النادي الزمالك ليه كيانه وليه وضعه وليه وليه امكانياته ما ينفعش تيجي قصاد فرقة مع احترامي بعيد عن الخريطة وبعيد عن الكورة الافريقية ولسه يعني اعتبر كأنه اول مرة يبقى اعتقد انها تبقى اول مرة يوصل لانهائي لو خرج الزمالك انت بتخلي الفرق يعني زي ما بتقال كده تاخد ثقة عليك مباراة صعبة يعني انا ما عرفش بتقال عليها مباراة صعبة ليه يعني هل امكانيات نادي الزمالك زي امكانيات دريمز مش ممكن انا شفت اللعيبة مع احترامي ليهم يعني ما عندهمش الخبرات خالص يعني ما عندهمش اي حاجة خالص نادي الزمالك يعني عنده الامكانيات انه يخلص الماتش ده من هنا خلاص مباراة وعدت طب المباراة اللي جاية اه مباراة صعبة يعني اللي برضو اللي مزع عني جدا وبصراحة انا يعني في الفترة اخيرة معنات الزمالك بشوف حاجات غريبة جدا من ناحية تصريحات من ناحية حاجات بتطلع وهو يعني فيه تصريح طالع السرية في الزمالك سرية يا جماعة يعني سرية في ايه بالزبط يعني يعني هل الماتش ده محتاج سرية ده هو يوم يعني مش موضوع محتاج سرية خالص يعني يعني معروف مين اللي هيلعب من اللي موجود فالموضوع مش محتاج الكلام اللي هو نحس ان الموضوع صعب انت مش بتلعب مع احترامي انت مش بتلعب ترجي انا جماعة يعني برضو مع احترامي التصريحات اللي بتطلع من جوة ندل زمانك انت مش بتلعب ترجي انت مش بتلعب سان داونز مش بتلعب مثلا مازمبي الحاجات دي بتتقال على الفرق الكبيرة لما تيجي تلعب فرق كبيرة بيتقال السرية وقفلين على بعض هو يوم تراحين يوم السرية لازم دايما يتعامل حدث حدث على بلا حدث اه مباراة مهمة بس فريق اقل منك يعني تاريخيا اقل من نادي الزمالك فنيا اقل من نادي الزمالك لا تسوقيا اقل من نادي الزمالك مع احترامي ليهم ماليا اقل من نادي الزمالك يعني معنويا حتى اقل من في حاجات كثيرة جدا فانا مش شاهم موضوع سرية ايه انا عايزها فانا بس ليه الموضوع سرية هل فريد ريمز مثلا محتاج سرية ركز بلاش التصريحات اللي هي اللي طالعا اليومين دول اللي هو انت بتوصل ان الحدث كبير اه حدث كبير بس انت بتلاعي فرقة اقل منك بسنين اقل منك بخمسين سنة يعني عشان يوصل يبقى زي ناد الزمالك قدامه خمسين ستين سنة عشان يبتدي ماينفعش ان انت سرية انا شفت كلمة سرية ان الجهاز الفني واللعيبة فيه سرية تمة قلت سرية ايه سرية انت مش بتلعب برضو يعني ده فرقة كبيرة يعني فاتمنى ان لعبة ناد الزمالك تركز واتمنى التصريحات تقل عشان خاطر عايزين نشوف فعلا المباراة اللي جاية نشوف ناد الزمالك عايزين نشوف لعيبة عايزين نشوف لعيبة بتقاتل عندك جمهور كبير جدا بيسندك وبيدعمك يعني الجمهور المباراة اللي فاتت كان بيدعمك وموجود في الاستاذ خليتهم ماشين زعلانين اه مباراة صعبة بس انت تاريخيا واسما اكبر منهم بكتير جدا يعني فاتمنى نشوف مباراةك ويسا برضو بالتوفير للناس الزمالك في المباراة اللي جاي